السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الفل الزمالك والترجي الزمالك خدع الأفرادس بس بينه وبينكم هو سبب من دمن الأسباب مش بس عشان كان الترجي كويس ومشي المباراة زي ما هو عايز لا وكمان الزمالك سبب من الأسباب دي معكم محمد عطيته برنامج كابتان والكلام عن مباراة الزمالك والترجي اللي خلصت بسلاسية للترجي في رادس لايك وسبسكرايب زي ما تعودنا ويلا بينا نخش نشوف ايه اللي حصل في مباراة الزمالك والترجي اللي خلصت بسلاسية لصالح الترجي يلا بينا أهلا بيكم مرة تاني مبارح وانا بتكلم عن التشكيلة المتوقعة لمباراة الترجي والزمالك عملت في نفسي وفي الكل اللي كان بتفرج عليها جريمة نسيت ان انا اقول اسم محمد علي بالرمضان وحطيت جيلان شعلاني مكانه وسبحان الله يعني عشان يعلم علي راح جاب جنين مش بس جون خلينا نشوف تشكيل الزمالك الاول كان ازاي جنش مفيش عليه خلاف وانبارح لما كنت بكلمكم وكنت بقول ان محمود علاء وقلوينش طول ما فيهم الاتنين سلام ماينفعش حد يلعب عليهم حصلت تغييرة ولعب محمد عبدالغني مكان محمود علاء هنرجع له تاني وخليكوا فاكرين على اليمين المسلوسي وعلى الشمال احمد ابو الفتوح قلت هيلعب بسلاسي في نص الملعب عشان يستحوز وده ما حصلش لكنه ابتدى بطريق حامد وفرجاني ساسي وقدامهم سلاسي السلاسي ده كان يوسف اوباما احمد سيد زيزو اشرف بن شرقي ومهاجم وحيد حامد احداد وهنرجع له دلوقتي وخليكم برضو معايا تشكيلة الترجي اللي انا توقعت انها هتبتدي ابتدت اغلبها ولكن غاب جلان شعلالي وابتدى محمد علي بالرمضان الجزء الامامي كلنا ممكن نكون مختلفين عليها مفيش مشكلة ابتدى الهوني وابتدى التوجي وابتدى بسيط لكن ما عندناش مشكلة طبعا وبين غيط كمان لكن الحتة اللي قدام في الترجي ما كانش فيها مشكلة مين يلعب او مين ما يلعبش لان الاوراق كتير لكن الخلاف واللي بعتذر عنه ان انا ما ذكرتش محمد علي بن رمضان في التشكيلة المتوقعة للاعب المباراة تعالوا نروح للزمالك الاول ونفكر ايه اللي حصل في الزمالك اتكلمت معاكم مبارح عن نقط ضعف الزمالك والاماكن اللي ممكن تيجي من الزمالك فيها جوان وحددت وقلت الحتة اللي ورا المسلوسي لو كنتوا فاكرين الكلام ده واتكلمت على ان الزمالك عنده قلبين الدفاع ما ينفعش واحد يغيب منهم لانهم الاثنين واغدين على بعض وكنت اقصد الوينش ومحمود علاء اللي حصل ايه ان الجون اللي جيه جون التالت اللي جيه كان من ورا المسلوسي وكمان كنت بتكلم على ان دوري ابطال افريقيا مش بس قصة لعيبة كويسين او مدرب كويس لا الخبرات مهمة جدا شوفوا اللي حصل في الجون الاولاني حمد النجاز اللي بالمناسبة اتكلمت عنه مبارح وقلت انه هيبقى مانه في زماتش مش حايف الله جماعة انا زي ما يكون متفرج على الماتش قبل كده باستثناء بس بالرمضان دي لو كنت قلتها كنت زبطت الموضوع كله وخط عشان مع عشان بس مش مهمة اتكلمت على انه حاس ان النجاز هيتلع مانه في زماتش وده اللي حصل عمل الكرة واستغل نقطة قوته وانه بيعمل الدريبل وعنده خطوة واسعة وقدر يخطف احمد ابو الفتوح مع شوية كسل من بن شرقي الكرة تلعبت من وراء ابو الفتوح ليتوجي ويسجل الهدف الاولاني ويخطفها وزي ما بقول لكم ان الخبرة بتفرق كتير احمد يا حبيبي احمد فتوح يا حبيبي انت راجل خلاص غلطت في الجون الاولاني هي مش غلطتك مية في المية لان اي حدك ممكن يغطي وراك ويشيلك لكنها تحتسب غلطة عليك غلطت في الجون الاولاني وقدرت انك تعوضوا بهدف تاني طرئيسة كانت حلوة جدا من فرجاني ساسي رقص فيها المدافع طلعوا برا اللعبة تماما لعبها البرا دخل فتوح وكمل تكملة نموزجية بتاعت جناح عصري حطها بيمينه في المرمى خلاص خلاص يا حبيبي سيب الكرة وارجع على منطقتك لو انت مستعجل قوي يعني وإلا ان كنت انت كنت بتفكر في حتة ان انت يتخذ لك صور ويتقال عليك ابن النادي والجري انت والروح اديك روح تتخنقتي مع حارس المرمى بعد ما انت كنت مسجل هدف وفرحانين بيك فجأة روح تضارب الحارس خدت كارت اصفر والموضوع بتاعه جاي قدام ان انت مؤرد في اي لحظة من اللحظات وانت بتلعب قدام التوانسة يا حبيبي ملوك الحركات الصغيرة ملوك انهم ممكن يتحكوا عليك ويلبسوك في الحيطة وده اللي حصل لبسوك في الحيطة قلت خبرتك لازم تتعلم ازاي تبقى لعب كبير وانت رايح تلعب في ملاعب كبيرة بس يصدقوني اللوم مش على احمد فتوح بس بصوا على الدكة برا شوفوا متحة عبدالهادي عامل ازاي مش قاعد على بعض ومش قاعد على اعصابه ومعصب الفرقة ومعصب لعبته بالاونط وخلوا بالكم ان الشدة دي كان سببها لعبت الزمالك لما لاعب يقع من لعبت الترجي وحمد النجاز يطلع له الكرة برا عشان زيميله ويتعالج تقوم انت لعب الكرة بسرعة وقاوز تجيب منها جون ما تزعلش لما يتعمل معاك حركات لها علاقة بانك لما تيجي تروح تجيب الكرة من برا ما تلاقيش سبية الملاعب يحطها لك الكلام ده كله مرفوض وانا شخصيا ما بحبوش بس اللي يلعب بالنار يحرق اسابيعه طالما اتخذت هذا القرار وقررت انك تلعب كده بدون فير بلاي ما تزعلش اللي يعمل كده يستحمل وعشان القدر يعاقبني اني غلطت وما قلتش اسم محمد علي بن رمضان يجي القدر يصالحني شوية في اني كنت بطالب ان قلبني الدفاع في الزمالك يكون الوينش ومحمود علاء لما غاب محمود علاء ولعب محمد عبدالغان مكانه يتسبب في ضربة جزاء يخش محمد علي بن رمضان يحطها وانبرح لما كنت بقول لكم الزمالك في حارس مرمى كاريزمة وبيعرف رجع الفرقة لمجريها لما يكون الموضوع صعب شفتوا جنش كان بيعمل ايه ساب الملعب خالص وتلع بره لغاية الدكة يشرب مية ويرجع ويحاول يسلم على بن رمضان وهو بيلعب دربة الجزاء ويلمس الكورة ويحاول يأثر على عصابه لكن برضو الخبرات بتلعب دور محمد علي بن رمضان عنده لسه 21 سنة أو 22 سنة لكنه لعيب شخصية ولعيب كبير كرته حلوة على الارض بيربط الخطوط وربنا كافقه بالجوني التاني عشان الشوت الاولاني يخلص اتنين واحد للترجي الزمالك نسبيا لعب والترجي هو اللي تقدم وهو اللي كسب الشوت التاني اختلفت فيه الامور بشكل معين وبتكاية صغيرة في الديئة 53 من الحتة اللي وراء المسلوسي تتلعب الكورة من حمد الهوني لمحمد علي بن رمضان من أوفزمتش ويسجل هدف الثالث ويقرب يقتل المباراة ولكن الكورة دايما بتعلمنا ان ما فيهاش مستحيل الكورة دايما فيها امل لغاية ما تيجي الديئة 57 بعد الجون باربع داية بالزبط واحمد فتوح يقرر يقضي على اي امل للزمالك في المباراة بالتحام مع توجي ياخد به الكارت التاني اللي كنت بقولكم عليه بسبب قلة الخبرات ويضطرد ويلعب الزمالك بعشر لعيبة قدام الترجي في تونس ومخسران فرق هدفين باي عقل باي دماغ الزمالك يكسب الموضوع صعب جدا 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 الترجي يعمل تغييراته بس قبل ما الترجي يعمل تغييراته جيمي باتشيكو كرر يفتي تاني بعد ما قفت في بداية المباراة بانه كان لازم يلعب بتلاتة في نص الملعب كرر يفتي تاني اضطرد من عنده احمد فتوح المنطقي اللي انا افهمه يطلع رأس الحربة اللي هو حميد احداد اللي ما كانش ليه اي دور في المباراة زيه وزيه بالزبط وكان يلعب عبدالله جمعة ناحية الشمال وخلاص خط ظهره يفضل زي ما هو خط الوسط بتاعه يلعب زي ما هو ويلعب على المرتدات ببن شرقي وزيزو اوباما فاتي ليه مش فاهم كرر يطلع المسلوسي ويرجع زيزو واكرايت ويحط عبدالله جمعة ناحية الشمال ويفضل حميد احداد زيه زيه برضو وبدون اي تأثير ولا اي لازمة له محطة بيعرف يوقف الكورة ويسحب اللعبة معاه ولا هو بالكورة بيلتحم وبيكسب السنائيات ولا هو راح ولا سدد على المرمق بقولكو زيه زيه بالزبط بل بالعكس انا احسن لان انا دفع اشتراك بينيسبورد هو لا غيلان شعنالي وانيس البدري ما كانت توجي وعبدالرقوف بنغيس دي كانت التغييرة اللي عملها مؤين شعباني كانت بغرض ان فيه مساحات في خط ظهر الزمالك يقدر يستغل لها البدري ويقدر يستغل لها شعلالي بتمريراته ودل خصل من ساعة ما البدري نزل وراح الترجي على الزمالك بتلات فرص حقيقين للاحراز الاهداف والتلاتة عن طريق البدري الاولانية من ناحية الشمال عد ورقص فيها لعبها للهوني شاطها وشالها جنش التانية من تزديدة فدل يمشي بها البدري وحطها جنب المقص لو الكرة دي ركستوا فيها تاني كان فيه على الاطراف اتنين عبدالباصت من هنا وشعلالي من هنا عبدالباصت ضغط لجوه جاب المدافع معاه وهنا الغلطة لو كان طلع به لبرا كان ساعتها هيبقى اتنين على واحد انيس البدري وشعلالي على مدافع واحد من الزمالك لكن التديئة بتاعة عبدالباصت دي قربت المسافات فاضطر البدري شوت تلعت جنب العرضة والفرصة الثالثة كانت اتلعبت بالعرض لانيس البدري اللي عبها بشماله ومرت جنب مرمى جنش ودي الفرصة الثالثة اللي كان بتسبب فيها انيس البدري واخترته وده اللي كنت بطالب بيه من بدري شوية ولكن كنت بطالب بخروج عبدالباصت وانزول طه ياسين لخنيسي من بدري شوية لكن زي ما تقوله كده نوعين شعباني قرر يحافز على اللقاء مش عاوز ضحايا انا كده زي الفل ما كنتش قطم عاكتا من كده تلت تلت اهداف وكمان الفرق اللي قدامي مطرود منها لعيب ومش هيلعب في مطش العودة فضله نعمة حاجة زي الفل يعني فن وفن لما افتكر جيمي باتشيكو ان امام عشور على الدكة وينفع يلعب وكراح منزله مكان حبيب احداد اللي هو خلاص افتكر ان انا زي زيه فتغيير اديك هتلازم تقامل من بدري من بدري قوي لا ده مش من بدري قوي ده من قبل اللقاء اساسا حميد احداد اللي ما بيلعبش خلينا اقولكم على معلومة الزمالك في الفترة الانتقالات اللي فاتت اشترى اتنين مهاجمين يمكن تكون المعلومة جديدة على الجمهوري التونسي بس خلينا ضحكوا يعني الزمالك اشترى اتنين لعبين اتنين مهاجمين في مركز راز الحرب لانهم زي ما انتو عارفين باعوا مصطفى محمد افضل لعب فيهم لجلطة السراي التركي لما اشتروا الاتنين دول واحد اسمه مروان حمدي وده كان موجود على الدكة النهاردة والتاني اسمه سيف الدين الجزيري تونسي مفوض ان انتو تعرفوه سيف الدين الجزيري شاريينه من المقاولين العرب اللي كان بيلعب النجم السحلي عمار اقرب لكم المسافات عشان الموضوع يوصل لكم فبما انه كان مع المقاولين مشترك في الكونفيدريشن كوب فملوش حق انو يلعب في دور الابطال فالزمالك لما اشتراه لبسه فمضطر انو لعب الجزيري في الدوري بس في مباريات الدوري بس فبما انو بيلعب في الدوري بس فمروان حمدي مش جاهز فما بيلعبهوش في دوري ابطال افريقيا يعني جايب اتنين مهاجمين ما بيستفدش بيهم خالص المهم اخينا باتشيكو عمل ايه بيلعب الجزيري في الدوري وما بيلعبش مروان في دوري الأبطال أفريقيا لأنه مش جاهز فالناصح يوم ما يقرر يلعب الترج في رادس راح ملعب حميد أحداد اللي لا بيلعب في الدوري وانا في دوري الأبطال أمنت بالله طيب يا سيلي خنيسي ينزل مكان عبد البسيط في آخر خمس دقيق تغييره زي هدف ولا بلاش ده مش وقت أقلش احنا جاينا نحلل بجد ملحاش لازمة تغييره ملحاش لازمة الوقت خلاص كان خلص ويحاول يموت المباراة على كده تخلص بقى أقل الخسار والترجي كان مبسوط بأن النتيجة تطلع كده جان سيدريك جابو لعيب عنده 18 سنة ودي من الحاجات الحلوة والشطرة في الترجي أنه دايما بيجيب لعيبة سنهم صغير يديهم يخلي عندهم خبرات واللعيبة بقرش يبقى بعشرة ودي أول سكة للعيب واضح إنه شخصية وبأنه لسه هيجي منه وخلونا كده يمكن يمكن نفتكره كتير قدام ونقول عليه لعيب كبير في النهاية عشان ما بقاش جاي على الزمالك أو باتري عليه الزمالك لسه كنت بتكلم عنه من قريب وكنت بقول إن المشاكل هتبتدي تكتر والخيط بقرة الخيط هتبتدي تكر وبداية تكرت الخيط من ماتش ودي دجل اللي فات ودي دلوقتي ماتش الترجي الزمالك لو ملحقش يرجع ويقف على رجله وآخر فرصة لي للرجوع هي مباراة الترجي يوم 16 ثلاثة اللي جاي في مصر الزمالك لو ملحقش يمسك نفسه يقول عن نفسه يا رحمان الرحيم الزمالك بنسخة طيبة غلبانة بيخسر من الترجي في رادس ثلاثة واحد هارض اللاكل الزمالك مبروك للترجي يستهله الترجي على صدارة المجموعة بسبع نقط والمفاجأة المولودية بيفوس على توينجيت في السنغال ويبقى عنده خمس نقط والمجموعة تتدربك خالص خالص المباراة اللي جاية اتحاد المولودية هيلاعب توينجيت تاني ولو كسب هيبقى تمانية والزمالك هيلاعب الترجي لازم تكسب الترجي الماتش الجاي عشان تكمل في البطولة لو مكسبتش الترجي الماتش اللي جاي ورفوعه هشوف الشك بخير كان معاكم محمد عطيدو برنامج كابتينو كلام عن مغراط الزمالك والترجي في رادس اللي انتهت بسلاسية للترجي هارض اللاكل الزمالك مبروك للترجي اشوف الشكم على خير يا شباب لو وصلتوا لاخر الفيديو ما تنسوش تبقى تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة واشوف الشكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تاني جاية كتير السلام عليكم